مرجو بعض التوجيهات التي تعين الأبوين على تدريب الأطفال للاستيقاظ لصلاة الفجر التوجيهات في هذا أولها أن يحرص الأبوان والأبناء على النوم باكرة لأن من الآفات التي ظهرت في هذا الزمان هو كثرة الصهر وخصوصا من يبتلي بإدخال هذه الأجهزة إلى بيته يعني الناس اللي دخلوا القنوات ولا دخلوا الهواتف الذكية ولا الألواح الإلكترونية يعني الحواسيب وكذا يعني صار عندهم السهر يعني أصلا وصار النوم باكرا يعني استثناء وهذا قلب للحقائق فالسهر يجب أن يكون استثناء السهر يعني إذا طررنا إلى السهر السهر يعني كان نحتاجه مثلا شي مرة كان عندنا شي واحد مريض ولكن عندنا أضياف وتأخر بنا الوقت فنصهر ولكن بش يكون السهر هو ديدا للناس فهذا في الحقيقة تعريض لصلاة الفجر للضياء هذا تعريض لصلاة الفجر للضياء فينبغي أن ننام مباكرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني هذا يعني عن صلاة العشاء كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها كان يكره النوم قبلها يعني النوم قبل صلاة العشاء مكروه لأنه إذا نام فالوقت ضيق ويمكن أن تضيع عليه صلاة العشاء وكان يكره الحديث بعدها كان يكره الحديث بعدها يعني إنسان يصل للعشاء يعني مباشرة يعني يحاول أن يخلد إلى النوم إلا إن كانت هناك ضرورة وحاجة مرة بعد مرة فلا حرج في ذلك إذن أول توجيه هو الحرص على النوم باكرا التوجيه الثاني هو بيان فضل هذه الصلاة وبيان الحرص على وقتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة بشر المشائين في الظلم والمؤمن دائما يتعلق بهذه الوعود النبوية التي جاءت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم